الأخبار والأرقام دي اللي تقالت النهاردة هي مهمة وأخبار إيجابية وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري والمفترض كل مواطن مصري يفرح بيها خلينا نغطي على وش مصطفى مدبولي لو حد تاني غير مصطفى مدبولي والسيسي اللي أعلنها أما وإن الأخبار دي اللي أعلنها مصطفى مدبولي سكرتير سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي فإحنا لازم نحط ابنه على قلبنا ونقوله إحنا اتشغلنا في كيس السكر وقفنا في الطوابير بتاعت السكر وبندور على الدولار وطلعان عنا في كمان الدولار وإنت بعت إيه وإحنا مش موجودين النهاردة مصطفى مدبولي بيتسئل هل ده بيع أصول فهيقول إحنا مش بنبيع أصول إحنا بنستثمر إحنا بنعمل أيوة يا أستاذ يعني أنتو خدتوا كل المليارات دي من الإمارات يدتوهم إيه الإمارات جاية مثلا بتصرف الفلوس دي ليه لا ما هم يحققوا استثمرات طب وإنت هتاخد الحسنة بتاعتك ولا مشارك معاهم أسئلة كتيرة جدا لكن عايز أقول حاجة النهاردة كان واضح جدا أنه فيه تلات رسائل النظام المصري أو عباس كامل كان مجهزهم من قبل المؤتمر الصحفي الرسالة الأولى هي حالة التعبئة والشحن اللي هو إيه مرشاط عسكرية وقرآن إنجازات الاقتصاد المصري موسيقى أفلام وثائقية محطوط عليها صوت السيسي وهو بيقول إحنا مش عارف هنعمل كذا وتحركنا من كذا حالة شحن وتعبئة إن مؤتمر النهاردة ده وكأنه الإعلان عن عبور قناة السويس واختحام خط برليف وخلاص حررنا الأرض فكان فيه حالة من الوطنية المبالغ فيها والشحن المبالغ فيه ده كان أول حالة النقطة التانية هي حالة إنه كل مشاكلنا تحلت النهاردة خلاص انزل دلوقتي دلوقتي اطفل تلفزيون ما تفرجش عليها اطفل تلفزيون ايه في الموبايلة روح بسرعة كده اشتري سكر بدل مكان مبارح بتقف في طبور ساعتين وبتوصل يقولك خد كيس سكر لا مش هتلاقي طبور هتوصل دلوقتي المحل هتاخد 25 كيس سكر وتروح جرب كده تركب على بيتك واتطلع الدولارات اللي انت كنت خايف ومخبيها في البيت وتروح كده على البنك عشان تحطها هتعدي على كمين والتاني والتالت هيقوموا وسلموا عليك وقولك سيادتك معاك دولارات هتقول لهم اه قولك تبتفضل طريق البنك فاضي يوسع يابني عشان الباشا يروح حط الدولاراته في البنك مفيش كمين دولار اختفى مفيش كمين سكر اختفى مفيش اي كمين يا جماعة كل المشاكل تحلت انزل دلوقتي كده شوف كرتون تلبن اللي كانت بخمسين وبستين هتلاقيه بقى باثناشر انزل شوف كيس السكر اللي بقى بأربعة وستين هتلاقيه بأربعة عشر أزماتنا النهاردة تحلت ده كان الرسالة التانية او دي كانت الرسالة التانية اللي سيادة اللي هو عباس كان بيحاول يمررها على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى اول رسالة خلاص كل حاجة تمام وفي حالة شحن وتعبئة ان احنا دخلنا على حدث تاريخي الرسالة التانية حلينا كل مشاكل الاقتصاد الرسالة التالتة هو انت متغاز ليه هو انت محروق ليه هو انت زعلان ليه وبالمناسبة هيطلعوا النهاردة بالليل او يمكن بدأوا يطلعوا دلوقتي عشان يقولوا الكلام ده شوف 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 تعليقات المشعال شوف مش فرحان ازاي شوف شفته مع انه الموضوع ده في مصلحة الوطن اللي هو بص العصفورة هناك تعالى مسككك في خمس ست تعليقات وقولك دول المجرمين بس ما تسألش الاسئلة اللي احنا جايين نسألها النهاردة في اخر كلام فسيادة اللي هو عباس احنا دينا تاريخ طويل مع بعض من عشر سنين من وقت تسريب الاذرع الاعلامية من وقت ما طلعناك على الشاشة دي بنفس الشخص ده وانت بتقول لاحمد شعبان يقول الاعلامين يقولوا ايه فكل مرة بتبعت فيها الرسائل يعني انا بكون قريها قبل ما الرسالة توصل قبل ما يطلعوا بالليل يتكلموا انا بكون طلعت حلقتها لكم مش عشان يعني انسان خارق ولا حاجة لكن يعني ربنا ساق هذه التسريبات في طريقي من عشر سنين فعقليتك في التعامل مع مواقف زي دي اصبحت مكشوفة اصبحت واضحة مش محتاجة فكاكة يعني فالثلاث سيناريوهات دول انا هدتهم لساعدتك في اول جملة احنا سعداء الشعب المصري في عيد لكن العيد مش مع دول العيد مش معاكو يا سيادة اللواء لان انتو خدعتونا مرة بل مش مرة الف مرة فالنهاردة مش هنخدع بيكم شكرا لكم